أهلا بكم مجددا توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامين نتنياهو بالرد بقوة على هجوم القدس واتهم حركة حماس ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بالتحريض على العنف وأصدر نتنياهو خلال اجتماع تشاوري عاجل عقده مع رؤساء الدوائر الأمنية أصدر تعليماته بهدم منازل منفذي الهجوم وكذلك منازل المسؤولين عن هجمات الأسابيع القليلة الماضية من جانبه اتهم وزير الخارجية الإسرائيلية فيكدور ليبرمن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بتحويل الصراع إلى صراع بين اليهود والمسلمين وبينما دان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الهجوم على المعبد في القدس وأكد رفضه لاستهداف المدنيين ودور العبادة باركت حركتاء الجهاد الإسلامي وحماس الهجوم على كنيس القدس واعتبروه ردا طبيعيا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة حركة حماس تبارك العملية البطولية في مدينة القدس وتعتبر أنها رد فعل طبيعي على جريمة اعدام الشهيد يوسف الرموني وعلى مسلسل الجرائم الإسرائيلية المستمرة في ساحات المسجد الأقصى حركة حماس تؤكد على أهمية السمرار عملية الثأر في مواجهة الجرائم الإسرائيلية وتؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي هو المسؤول عن حالة التوتر في ظل تدنيسي لساحات المسجد الأقصى والسمرار جرائم المساطنين بحق أبناء شعبنا خاصة في شوارع مدينة القدس ولمتابعة هذا الموضوع ينضم إلينا من واشنطن سيد صبحي غندورة المحلل السياسي أهلا بك سيد صبحي يعني بداية كيف تعلق على المشهد في القدس بدون شك هو الآن فرصة كبيرة لإسرائيل لتوظيفه أمريكيا ودوليا واعتبار أن هذا الأمر وكانه يبرر ما تفعله إسرائيل من إجراءات استطانية وتهويدية في القدس نفسها هذا يعني رجع الصدى لمسناه في الولايات المتحدة من خلال تصريحات الرئيس أوباما والأعلام الأمريكي وتعاملهم مع هذه المسألة ربما السبب أن هناك ثلاثة من أصل الأربعة من الذين قتلوا من الأمريكيين وأنه أيضا جرى هذا الأمر في داخل كنيس معبد يهودي أعتقد لو جرى اختيار مكان آخر غير مكان للعبادة والصلاة اللي كانت وقع أو وطأت هذا الأمر كانت أخفي داخل الولايات المتحدة لكن هذا الربط ما بين وجود أمريكيين ومن أنه حصل في كنيسه في معبد يحدث هذه ردة الفعل السلبية لكن للأسف لم نسمع من أحد من هؤلاء الذين يدينون هذا العمل الآن عن مسؤولية إسرائيل نفسها يعني عن بقاء الاحتلال الإسرائيلي للقدس والضفة الغربية عن عدم قيام دولة فلسطينية في كل هذه العقود الماضية بعد الاحتلال إسرائيلي عام 67 للضفة والقدس الشرقية أعتقد ربما هنا مسؤولية المرجعية الفلسطينية والقيادة الفلسطينية أن تمارس فعلا ما يمكن ممارسة في هذه الفترة من حملة ألمية تؤكد أن هذه الأمور تحدث الآن في القدس إن كان من هذا الطرف أو ذلك بسبب وجود الاحتلال وأن الحل لا يكون إلا هو بخروج الاحتلال وأن تكون طبعا القدس عاصمة لهذه الدولة الفلسطينية أعتقد الموقف الذي قاله الرئيس الفلسطيني محمود عباس كان موقفا مهما من جهة وصعية أنه أداني هذه العملية ولكنه كان واضحا بأن الأساس يتعلق فيما يحدث من تهويد لداخل القدس ومحاولة أيضا للهيمنة على المسجد الأقصى ولتغيير معالمه ولتهويدي فأعتقد أن التركيز على هذه المسألة من قبل القيادة الفلسطينية مهم جدا حتى لا تقع الأمور فقط في خانة إدانة ما حدث دون العودة إلى السبب لما يحدث الآن من أعمال أعتبرها ليست انتقامية بمقدار ما هي ربما أعمال تحق للشعب الفلسطيني أن يتخذ ربما أي إجراء يراه مناسب من الآن لتحرير أرضي ولحماية المسجد الأقصى اسمح لي أن أشرك معي سيد صبحي السيد عبدالله عبدالله رئيس اللجنة السياسية في المجلس التشريعي الفلسطيني من رمالة أهلا بك سيد عبدالله استمعت إلينا منذ بداية الحلقة وكان لديك تعقيب ربما على التوقف عند سبب إدانة رئيس السلطة الفلسطينية لهذه العملية التي يبدو واضح أنها لا تلقى ترحيب من قبل الفصائل يعني لماذا لا تلقى ترحيب من قبل الفصائل ولديك تحفظ على ذلك تفضل اسمحي لي أول شيء نحن منذ انطلقت الثورة الفلسطينية في 1.1.65 ونحن نقول أن نضالنا ضد القوة المحتلة وأن المدنيين والمراكز الدينية والمراكز التعليمية ليست هدفا من أهدافنا هذا كان موقفنا لم يتغير من ذلك الوقت حتى الآن نكرره ولكن في نفس الوقت نحن نقول أن هذه الأعمال التي يتحدث عن انتفاضة فلسطينية الانتفاضة الفلسطينية لم تتوقف منذ انطلقت رصاصتها الأولى ولكن في ظروف ذاتية في ظروف موضوعية تجعل هذه الانتفاضة أحيانا تتصاعد وأحيانا تخبو قليلا إنما هي مستمرة مدام الاحتلال قائما والقيادة السياسية الفلسطينية تنطلق من قلب هذا النهج الفلسطيني الذي يقوده شعبنا وقيادته تعمل على المستويات الداخلية والخارجية على المستوى الدولي كذلك من أجل كسب مزيد من الدعم لحقوقنا لطريقة مواجهتنا لهذا الاحتلال الذي هو أساس كل المصائب الموجودة ليس فقط في فلسطين وإنما في المنطقة برمتها ومحاولة التكسب بحادثة هنا أو حادثة هناك هذه لا تفيد النضال الفلسطيني يعني أحنا أبناء الجبل المكبر وقبلها أبناء الطور وقبلها أبناء رمون وقبلها أبناء بلعين هؤلاء أبناء فلسطين مش لأنهم أبناء الجبل الفلانية أو الفصيل الفلاني هذا نضال يخده الشعب الفلسطيني من أجل خلاصه من الاحتلال واستعادة كرامته وحريته واستقلاله ولكن أيضا دكتور عبد الله رغم إدانة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لهذه العملية يا أختي الإدانة اسمحي لي رغم هذه الإدانة حتى نتنياهو اتهم رئيس السلطة الفلسطينية بالتحريض على هذه العمليات بالضبط هنا يجب أن يفهم الجميع أنه لما يوقفوا ويصيروا يهاجموا رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بالضبط يصفوا في خانة نتنياهو شاءوا أم أبو الإدانة الإدانة من منطلق المنطلق المبدأي الذي قلت لك منذ انطلاق ثورتنا أننا لا نستهدف للمدنيين ولا نستهدف لا يوجد علاقة فيها لكن نقول أن نتيجة الاحتقان الذي يسببه الاحتلال يسببه هدم المنازل يسببه تدنيس مقدساتنا يسببه حرق مسجدنا تكسير كنائسنا كل هذه الأمور تؤدي إلى ردود فعل نحن مبدئيا لا نقبلها لا نحبذها ولكنها تحدث نتيجة الجرائم التي ترتكب ضد أبناء الشعب وذلك دائما حذرنا نحن ولم نكن نحن الوحيدين يعني حتى وزير سرجية ألمانيا الذي زار نتنياهو قبل أيام حذره من نفس الشيء أنه إدخال الجانب الديني في تدنيسهم للأقصى سيقود ليس فقط المنطقة وإنما الأقصى جزء من العقيدة المسلمين في كل أنحاء الكرة الأرضية بالتالي هذا يوسع نطاق الصراع والخاسر الأول والأخير ستكون إسرائيل قبل غيرها بالتالي مطلوب مننا نحن في هذا الواقع أن تكون جبهتنا متراصة صلبة وداعمة مشجعة لمؤهلنا يقفوا صامدين في مواجهة هذه التعديات والعدوانية الإسرائيلية وليس غير ذلك نعم ابقى معنا دكتور عبدالله أعود لك سيد صبحي في إطار ردود الفعل الدولية على هذه العملية استمعنا لرد الفعل من قبل رئيس السلطة الفلسطينية وفي إطار ردود الفعل الدولية هناك إدانات من معظم الدول توقفنا عند إدانة الولايات المتحدة ووصف جون كيري لهذا العمل بأنه عملا إرهابيا بحتا هنا إلى أي مدى تتضح ازدواجية المعايير لم نستمع لإدانة الولايات المتحدة ووصف قتل إسرائيلي أكثر من ألفين من سكان قطاع غزة بالعمل الإرهابي بينما اليوم جون كيري يصف هذا العمل بأنه عملا إرهابيا بحتا هذا صحيح صحيح أن هناك ازدواجية أمريكية وازدواجية أوروبية ودولية تجاه ما يحدث في فلسطين والأراضي المحتلة وكيفية التعامل مع إسرائيل بحالة أنها تدافع عن نفسها وبينما ينظر إلى أي عمل فلسطيني مقاوم للاحتلال بأنه إرهاب هذا صحيح جدا لكن أيضا صحيح أننا الآن في فترة هناك فيها قطع رؤوس يتم من خلال جماعات داعش وهذا أمر حدث أمس أول أمس بقتل أيضا هذا المواطن الأمريكي الذي أعلن أشهر إسلامه ثم نفسه عبد الرحمن وجرى قطع رأسه هذا واقع الحال خذفة عن الأتبراء هذه العملية التي تمت الآن في المعبد اليهودي في القدس سبقها منذ يومين بالزبط أو منذ أربعة أيام يوم الجمعة الماضي الكاتدرائية في واشنطن وهي أكبر كاتدرائية موجودة في منطقة واشنطن دعت مسؤولين الكاتدرائية دعوا المسلمين للصلاة في الكاتدرائية وأقاموا صلاة الجمعة في داخل الكاتدرائية في واشنطن هذا أدى إلى ردود فعل لدى بعض المسيحيين في داخل الولايات المتحدة لا يجوز ذلك أخذي فعان الاعتبار أن في هذا الظرف بالذات أنا أعتقد عملية قتل مدنيين قد يكونوا مقاتلين والنتيجة يدخلوا المعبد اليهودي ويصلون لا يجوز في رأيه من الناحية الدينية الإسلامية هنا قتل المدنيين الأبرياء هذا أمر لا أخذه فعان الاعتبار فكيف إذا وظف من قبل إسرائيل ومن قبل نتنياهو ومن قبل الولايات المتحدة ومن قبل كل هذه الجماعات وربط بما يحدث من عمل إرهابي فعلا ضد كل العالم وليس فقط ضد الأمريكيين والغربيين ناحية الأخرى نأخذها فعان الاعتبار ولها علاقة بأيضا دكتور عبدالله أن المشكلة أنا في رأيي عند الشعب الفلسطيني أنه لا يجوز فقط أيضا ربطه في أوهام التسوية السلمية والحديث عن المفاوضات أنها هي الطريق والحل نحن في ذكرى عشرين سنة الآن على اتفاق أوسلو التي لم تحرر أرضها ولم تنتج حلا في النتيجة بحاجة هذا الشعب الفلسطيني إلى حل بديل يحرر لها وأرضه إذا كانت هناك أخطاء في أسلوب المقاومة فلتصح هذا الأسلوب لكن ذلك لا يلغي حق المقاومة وهنا أقصد في ذلك أنه إذا كانت الآن هذه العملية قد أساءد بشكل أو بآخر إلى حراك السلطة الفلسطينية فليكن هناك حراكا بديلا على مستوى شعبي على مستوى أشكال مختلفة من المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي وأن لا يترك الأمر فقط لحالة التسوية السياسية والمراهنة على دور تقوم به الولايات المتحدة نعم أنتقل في هذه النقطة للدكتور عبدالله يعني دكتور عبدالله فعليا رئيس السلطة الفلسطينية يهائراهن على الحل السياسي في ظل سقوط خيار المفاوضات وعدم تحقيق أي شيء سياسيا حتى الآن يعني برأيك ما هي البدائل أمام الشعب الفلسطيني أنا أعتقد أنه هناك فهم خاطئ للموقف الفلسطيني الموقف في قصة المفاوضات المفاوضات ليس قدرا استراتيجيا للنضال الفلسطيني المفاوضات هي وسيلة لإنهاء أي نزاع بين أي طرفين أو أكثر متنازعين وهذه ليست بدعة يعني ليس بدعة فلسطينية ليست العيب في المفاوضات صحيح المفاوضات لم تصل في السنوات الماضية إلى نتيجة نتذكر أن الصين قامت الثورة الصينية ستعشر مرة وفشلت وكيف المرة السبعة عشر نجحت يعني هل معنى ذلك أنه لو ما كموش ما ظلوش يتابعوا إحنا منقول المقاومة ما دام شعبنا تحت الاحتلال فمن حقنا أن نقاوم هذا الاحتلال بالأساليب المناسبة إحنا من المؤمنين أنه إذا استعملنا الكلمة بدل العنف يكون جبنا وإذا استعملنا العنف بدل الكلمة يكون حماقة نعم ولكن هناك تغيير الحقائق على الأرض يعني دكتور عبد الله هناك تغيير الحقائق على الأرض يعني حتى خيار الدولة لم يعد قائم يعني الذي تراهن عليه السلطة الفلسطينية لم يتوقف المقاومة الفلسطينية أنتوا قناتكم أسبوعيا تذكروا الحراك الشعبي الفلسطيني في أكثر من نقطة ولم يتوقف ولن يتوقف مدام الاحتلال قائما ثم ليس هذا هو الخيار الوحيد الحركة على الساحة الدولية الفلسطينية أنا أعتقد أنه في السنوات الأخيرة ثلاثة أربع سنوات الأخيرة ربما حققت إنجازا لا بأس به صحيح لم يصل إلى مرحلة الحسم النهائي بيحتاج إلى جهود أكثر انظري أي ما يحيط بنا نحن يعني نحن نلوم حدا لكن كل عمقنا اللي كنا نستند إليه واللي يشكل الحاضنة لمقاومتنا أصبح كل منشغل في ظروف خاصة حتى نعوض عن هذه ولا نرفع أيدينا بالاستسلام نتوجه إلى ساحات أخرى ونحاول أن نحقق دعما لقضيتنا على تلك الساعات إلى أن تستعيد عفيتها حاضنتنا العربية ويتصاعد فعلنا من أجل إنهاء الاحتلال الذي هو أس كل المشاكل التي تواجهها المنطقة وربما ما أبعد من المنطقة شكرا جزيلا لك دكتور عبدالله عبدالله رئيس يعني ليش تواقف في هذا الكلام شكرا جزيلا لك دكتور عبدالله عبدالله رئيس اللجنة السياسية في المجلس التشريع الفلسطيني على هذه المشاركة أعود لسيد صبحي يعني سيد صبحي أعود لك في نفس النقطة التي تحدث عنها دكتور عبدالله وهي التوجه نحو كما سببها الساحات الدولية كخيار فعليا أمام السلطة يعني التوجه إلى الأمم المتحدة الانضمام إلى المنظمات الدولية أو حتى التوجه إلى مجلس الأمن في القضية الفلسطينية هل فعلا يمكن أن يغير شيء على أرض الواقع هذا يكون خيارا جيدا حينما يتوازى تماما مع خيار المقاومة على الأرض لكن هو على وحده في رأيه يصبح هو أيضا مضيع على الوقت ويصبح أيضا هو تهميشا لما يمكن أن يقوم به الشعب الفلسطيني على داخل الأرض يعني ما تحدث عنه الدكتور عبد الله حول أهمية هذا الحراك الدولي إذا لم يرافقه على الأرض حالات وظواهر مقاومة للاحتلال لن تكون له أي قيمة فعلية يعني تماما هذا واقع الحال الذي نراه وتعيشه الآن يعني الأراضي الفلسطينية حالة اضطرار أن يتم المراهنة فقط على الآن على هذا التحرك الدولي يعني بحاجة الشعب الفلسطيني داخل الأراضي المحتلة أن يقوم بشيء ما ليقاوم الاحتلال كيف يفعل ذلك قد يخطئ البعض في أسلوبه كما حدث في تقديري الآن في هذا المعبد ووجدنا ردود هذه الفعل السلبية التي حدثت في العالم لكن لم نسمع هذه الردود الفعل السلبية حينما قام البعض بالسياقة يعني بأخذ شاحنة وضرب فيها مجموعة من المجندين الإسرائيليين يعني ما سمي بحالة داعس مقابل داعش هذا الذي هو فعلا ممكن أن يقوم كعمل ولن يحدث ردود فعل لا دولية ولا أمريكية عليه لأنه يواجه مقاتلين أو جيش إسرائيلي ويواجه من هم يمارسون الاحتلال المشكلة الآن أنه جرى اختيار أسلوب خاطئ في مكان خاطئ لكنه لا يعفي مسؤولية السلطة الفلسطينية عن أن تشجع على قيام حركة مقاومة شعبية فلسطينية في الأراضي المحتلة وفي القدس تتوازى مع الحراك الدولي الذي يتم الحديث عنه الآن يعني هل ترى أن هذا الخيار ربما أو هو البديل أمام الفلسطينيين في ظل انسداد الأفق السياسي في ظل سقوط فعليا خيار المفاوضات وهل يمكن للسلطة أن تقدم على هذا الخيار يعني أنت تتحدث عن برنامجين مختلفين كما ذكرنا على الساحة الفلسطينية برنامج المقاومة وبرنامج المفاوضات هل يمكن الجمع بين البرنامجين للأسف اقتصاوسا هذا هو ما يسمى الآن أنه تناقض أو اختلاف بين برنامجين ومنهجين بين مواقع الحال مطلوب أن يكون الاسنان في حالة واحدة يعني لا العمل السياسي يجب أن يكون بديلا للمقاومة ولا المقاومة يجب أن تكون بالنتيجة بديلا لقيام بحراك سياسي ودولي هذا واقع حال كل حركات التحرر التي شهدناها في العالم أنها كانت تمزج بين الحالتين الأمر الذي هو غائب الآن أو الذي حادث كمشكلة الآن هو غياب المرجعية الفلسطينية الواحدة وغياب القيادة الفلسطينية الواحدة نرى ظواهر فيها المقاومة ولكنها بحالة تناقض مع من يقودون الحراك السياسي نرى السلطة الفلسطينية في جانب ونرى حركة حماس في غزة في جانب آخر هذا هو الواقع المؤسف أنه بمقدار ما يتم معالجة هذا الواقع ويقام جسم فلسطيني واحد وقيادة فلسطينية واحدة بمقدارنا ستجدين أهمية قصوة للجمع بين النهجين وليس التعامل مع هما كحالة تناقض كلام أنا في رأيي كلام نتنياه يعبر اليوم أنه لا يميز لا بين فتح وحماس ولا يميز بين من يتبع نهج الحراك السياسي أو بين من يتبع نهج المقاومة الجميع مستهدف وهذا واقع حال تعرفه القضية الفلسطينية منذ أكثر من ستة عقول كل من هو في فلسطين مستهدف كل الشعب الفلسطيني مستهدف بكل أطرافي بكل عقائده بكل مناطقه فأزان هذا يتطلب حد أدنى أن تكون هناك مرجعية فلسطينية واحدة وأن تكون هناك قيادة فلسطينية واحدة تجمع بين النهجين هذا هو الغائب وهنا مكمل المشكلة فلسطينية للآن شكرا جزيلا لك سيد صبحو غندور المحلل السياسي من واشنطن على هذه المشاركة إذن بذلك نأتي إلى نهاية برنامج ملفات والذي خصصناه لهذه الليلة لأشاءنا الفلسطيني إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر